وبعد ذلك يعني بعد ما رجع الرسولان آيسين والنجاشي خيّب طلبهما اشتد أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموماً وعلى بني هاشم عموماً حتى من لم يسلم منهم اشتد أذاهم على بني هاشم وقاموا وكتبوا صحيفة بمقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وحصروهم في شعب أبي طالب لا يتصل بهم أحد ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يتركون الماء يذهب إليهم ولا أي شيء حاصروهم حصاراً شديداً يريدون أن يتركوا دينهم ولكنهم أبوا ومعهم أبو طالب أبو طالب معهم وبن هاشم معهم وبن المطالب أيضاً معهم انحصروا في الشعب مؤمنهم وكافرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم الأمر ثم إن جماعة من عقلاء قريش فكروا في الأمر وأدركوا أن هذا الأمر لا يجوز حصار بني عمهم وإخوانهم أن يحصروهم هذا الحصار الشديد هذا يفلحهم عند العرب فقاموا ونقضوا الصحيفة وأذن للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بالخروج من الشعب ومعه عمه وأبو طالب خرجوا من الشعب خرجوا من الشعب اشتركوا في القناة